ليه بي بي سي ما تروحش وتصور الاصمارات طب من النهاردة الاصمارات الناس خرجت بكسافة وده الاصمارات بالذات لها طبيعة يعني الاصمارات هي قبل غرد عن كل ما يقال ان هؤلاء الناس استفادوا وقلت قبل كده لو حد حسبها بعض رجال العمال لو حسبها بالجدوى الاقتصادية كان ممكن يقولك لا يعني انت هتدفع كم مليار عشان يعني ايه العائد اللي هيرجع ده بعض رجال العمال لكن لا طبعا انت كنت بتعاير بهذا الامر ما كانش فيه حد فينا بيروح مثل هذه الاماكن الا و بيرجع يعني او حتى لو الصحف الاجنبية كبتروح كبترجع تنشر فضايح يعني عن هذه الاماكن انت برضه بتعملش ده عشان الصحف الاجنبية وغيرها لكن انت بتعمل ده لإيمانك ان هؤلاء الناس يستحكون صحيح ان هؤلاء الناس يعيشوا حياة افضل لما يعيشوا حياة افضل المجتمع هيعيش حياة افضل طبعا لان هؤلاء الناس ما احترمنا لهم كلهم في مثل هذه الاماكن التي كانت يمكن ان تنتشر فيها زوار اجتماعية سلبية هذه الاماكن ايضا كانت قنابل موقوطة طب من يعيشون السكراء لان هيجيبه منين الاسرة اللي عادة في قوضة بحمام مشترك اسرة ستة افراد طبيعي متخيل الناس هتعلم ازاي فبيدفع دفعا للخروج عن القدوة اه فطبعا الانتقال الى اماكن اكثر وبعدين الاماكن ما كانتش مع احترامي لكل المشروعات اللي اتأملت على كده قبل كده على مدى خمسين سنة انت الاول مرة تعمل مشروع في اماكن اه كويسة يعني مش في اطراف المدن وواسع يعني مش مثلا قوضة وصالة ولا قطين لا ده مكان واسع والاهم بقى هو التنمية اللي حصل فت